إن حاجة المسلم إلى طلب العلم الشرعي والعناية به من أشد الحاجات وأعظمها لأن سعادته وفلاحه في دنياه وآخرته متوقف على العلم فلا سبيل إلى الجنة ولا وسيلة لتحصيل تمام المنه إلا بالعلم وتحصيله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة يكفي أهل العلم شرفا وفضيلة ونبلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته جل فعلا في أعظم مشهود به ألا وهو توحيده سبحانه قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أتحدث بعون الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة عن شخصية عظيمة أثرت فيها شخصيا وفي المنطقة عامة وفي دولة الكويت بشكل عام وهي شخصية فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن صالح الهدى رحمه الله الشيخ عبد العزيز الهدى تخرج من كلية الحديث والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1984 للميلاد واشتغل بالعلم والدعوة إلى الله تعالى والعمل الخيري التطوعي منذ ذلك الوقت إلى أن وافاه الأجل كان من شيخ الدين المعروفين الذين بدلوا علمهم ووقتهم ومالهم في سبيل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبو يوسف كما نحب أن نطلق عليه من عائلة الهدى العريقة في الجهراء والمعروفة كذلك وهو قد تخرج بفضل الله تبارك وتعالى من الجامعة الإسلامية عام 1404 الموافق إلى 1984 وقدم إلى الكويت الحمد لله تبارك وتعالى بعد أن أنهى دراسته الجامعية وبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الشيخ بدأ الدعوة وهو شاب يبلغ 22 سنة والشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عين مدرسا في وزارة التربية فبدأ الدعوة في الدراسة وفي المساجد وفي المدارس وفي خطبة الجمعة وفي المجالات كلها كما سنبين بعون الله تبارك وتعالى بعد قليل فضيلة الشيخ عبدالعزيز الهدى رحمه الله له اسم في الكتب وله اسم في الدعوة وله اسم في الخطابة وله اسم في وزارة التربية حيث إنه قد أسهم إسهامات عظيمة وجليلة في الجهراء وفي الكويت كذلك فضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن صالح الهدى رحمه الله كان أبا للجميع وإن كنت أزعم بهذه الكلمة لكني أكون محقا في نفسي أن الشيخ كان شيخ الجهراء فإنه ما من أحد إلا ما ندر إلا وكان الشيخ شيخه أو شيخ شيخه يعني أئمة الجهراء اليوم إما أن يكون الشيخ هو شيخ له أو أن يكون هذا الشيخ هو تلميذ لتلميذ للشيخ عبدالعزيز الهدى رحمه الله إلا ما قل من ذلك وهذا الشيخ الفاضل إنما تخرج وأحسبه والله حسيبه من المخلصين إن شاء الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدأ الدعوة وهو صغير وفر كل إمكانياته وكان رجلا ثريا من عائلة ثرية إلا أنه آثرت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم يشتغل بالتجارة ولم يلتهي بالوظائف التي يريد منها المناصب وإنما كان يريد في وزارة التربية أن يدعو الشباب ويعلمهم الدين والوسطية والخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الكتاب والسنة والحياة والعفاف وغير ذلك من المبادئ التي جاء بها الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى وأراد الشيخ أن ينشر ما تعلمه في الجامعة الإسلامية ثم جاء به إلى الكويت ثم بدأ مشواره العلمي والدعوي بدأ الشيخ رحمه الله مشواره العلمي قلنا أولا في وزارة التربية حيث عينا في إحدى الثانويات ومن الثانوية التي دخلها ثانوية خالد بن سعيد وثانوية صباح الناصر في الجهراء وثانوية الواحة كذلك في الجهراء وكان له يعني من التلاميذ سواء كان الطلاب أو حتى من المدرسين فإن من المدرسين من تعلم عند الشيخ وأخذ ينهل من علوم الشيخ لما زامله في مثل هذه المدارس الشيخ رحمه الله أقام الجمعية الدينية والجمعية الدينية المقصود بها نشاط لمادة التربية الإسلامية داخل المدارس والتي يدعو فيها الطلاب للالتحاق في هذا النشاط حتى يبين لهم بعض الأحكام الفقهية والعقدية والعلمية والأخلاقية وغير ذلك وبحمد الله تبارك وتعالى تخرج من هذا النشاط شباب كثر وصاروا بعد ذلك أئمة للمساجد ومدرسين وخدموا المجتمع بحمد الله تبارك وتعالى من خلال التحاقهم بهذه الوظائف الدعوية التي فيها خير لهذه الأمة كذلك ارتقى به الحال حتى صار مديرا للمدرسة ولم ينسى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كنا صغارا كنا في الثانوية مع الشيخ رحمة الله عليه وكان يخدمنا أكثر مما نخدمه مع فارق السن بيننا وبينه يعني أكثر من خمسة عشر سنة بيننا وبينه ومع ذلك الشيخ في كل تواضع وكل أدب يقدم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان طباعة الأوراق أو إحضار يعني كثير من يعني يكون الغداء والعشاء عليه رحمة الله عليه فكان بحق من أكرم من رأيت وسأتكلم عن هذا بعون لي تبارك وتعالى أما في المساجد فإن الشيخ ما أن ينتهي من المدرسة حتى يعود إلى بيته فيأكل وجبة الغداء وينام ساعة أو نصف ساعة أو أقل من ذلك ثم يعود العصر إلى المسجد فنلتف حوله ويلتف طلاب العلم حول الشيخ رحمة الله عليه فكان يدرسنا الروضة الندية وتيسير السلام والعقيدة الواسطية وكتب الحديث حيث إن الشيخ كان محدثا رحمه الله وكان تخصصه في الحديث رحمة الله عليه والشيخ رحمه الله كان متمسكا بحمد الله بالكتاب والسنة وهو لم يدرس كتب المذاهب بل كان يعني يدرس الكتب التي تدعو إلى الاستهاد لأن الاستهاد لم يغلق وبحمد الله تبارك وتعالى يرى أن المذاهب هذه طريقة من طرق التفقه لا يجوز للإنسان أن يتأصب فيها ولا أن يرى أن الحق الذي لا حق غيره في مثل هذا المذهب دون ما سواه بل ينظر إلى المذاهب كلها ويقارن بينها ثم بعد ذلك يقرر أو يخلص إلى الفتوى التي يعتقد أنها توافق شرع الله سبحانه وتعالى تعلمنا على الشيخ رحمة الله عليه وأنا أتكلم عن نفسي وعن زملائي الذين كانوا معي تعلمنا على الشيخ في مثل هذا المعهد الذي كان يسميه المعهد العلمي هو كان يدير كل شيء رحمه الله وكان يأتي بالبروجيكتر وهذا أول مرة نرى في بروجيكتر في مسجد وهو أول من أدخله في 85-86 للميلاد 1406-1407 وكان يعلمنا يعني يلاطفنا ويمازحنا في أثناء الدرس حتى لا يمل من طول الجلسة هذا الطالب وإنما يعني يضحكوا قليلا ويتحدث معهم قليلا ثم يعودوا إلى الدرس مرة أخرى فنحن نجلس من صلاة الأصف إلى صلاة الإشاء فكانت دروس كثيرة فيخشى علينا السآمة والملل وكان يحدثنا بمثل ذلك يجيب على أسئلة الطلاب ويحب أن يتدرج الطالب في العلم لأن هذه هي المسألة من هدي السلف ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون قال ابن عباس رضي الله عنهما الآلم الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره فإذا رأى الطالب في أول ابتداء طالبه فإنه يعطيه المسائل الصغار وإذا رأاه يتطاول على المسائل الكبار رده مرة أخرى وهذا حصلت أمامي كثيرا فإن بعض الشباب كان يريد أن يعني ينتقل إلى الطحوية وإلى التدمرية لكن الشيخ أرجعه إلى الوسطية وأرجعه إلى كتاب التوحيد قال انتهي من هذا ثم عد قال لا تمنع يا شيخ العلم قال أنا أريد العلم أن يصلك العلم واضحا سهلا متدرجا حتى لا تنتقل إلى المسائل الكبيرة وأنت لم تحسن المسائل الصغيرة كان مربيا رحمه الله وكان صاحب خلق وكان يعني يراعي طلابه ومستفتيه رحمة الله عليه تعلمنا منه من خلال يعني أعماله وأخلاقه والحواجث التي جرت له أكثر من علمه مرة من المرات الشيخ رحمة الله عليه كان في مسجدي يدرس كتاب سنن أبي داود فبعد أن انتهى قال لي يا فرحان لو أنك حجست الناس عني حتى أخرج لأني سأخرج من الجهراء إلى الباركية هناك في محل رح يغلق وفي نظارات فصلتها هناك فأريد أن أخذها وأرجع بسرعة والآن الساعة يعني الساعة ثمانية فأحتاج إلى أني أذهب بسرعة قلت طيب فكلمت الناس قلت يا أخوان الشيخ مستعجل أرجو رجعا أن لا يخرج أحد حتى يخرج الشيخ ثمانية فاستجاب الأخوة جزاهم الله خير وجلسوا في المسجد خرج الشيخ بعد عشر دقائق قلت للشباب الآن انصرفوا فانصرفوا جزاهم الله خيرا فلما ذهبت خارج المسجد إذا الشيخ واقف وعنده شاب هذا الشاب يتكلم معه قلت شيخ ما ذهبت قالوا الله هذا كان في ضيقة وكان عنده وسواس وصار يبكي فحببتني وخفف عليه قلت والمحل قال الله مستعب فهذا من تواضعه ومن رحمته وشفقته في الناس رحمة الله عليه والشيخ رحمة الله عليه أيضا هو داعي وخطيب كان مسجده مسجد الأيار كان الشيخ رحمة الله عليه يخطب الجمعة وكان الناس يعني يحضرون مبكرا لأنه ليأتي متأخرا لا يدرك أو لا يجد مكانا ولا يدرك خطبة الشيخ إلا قليلا فكان الناس من الساعة العاشرة المسجد شبه ممتلئ وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ حيث إنه كان جريئا في الحق وكان يقول ما يملي عليه ضميره وما يوفق الكتاب والسنة ويبصر الناس بالحوادث والأحداث الجارية ويواكب الأحداث المعاصرة رحمه الله وكان يوجههم التوجيه السليم وأي منكر أو شيء أو خلل أو مخالفة شرعية كان ينبه عليها فضيلة الشيخ رحمة الله عليه في خطبته أو في دروسه أو في حاديثه في المسجد أو في الدووين أو في المجالس أو من خلال الهاتف رحمة الله عليه عمل خطيبا في جامع مبارك العيار في منطقة الجهراء ومديرا للمدارس الثانوية في الجهراء كذلك له العديد من المؤلفات مثلما له عدد من الدروس العلمية الدائمة في محافظة الجهراء مثل شرح الروضة الندية وتيسير السلام وكتاب التوحيد وغيرها شارك بفعالية كبيرة في مواقع الإنترنت ومنتدياتها حتى استقر به المقام إلى الإشراف العام على موقع منتدى الفتاة والشرعية كان الشيخ الهد يقيم دروسا علمية وفي عمل دؤوب دائم في الجهراء كان يسعى لسد حاجة المسكين والفقير كان الشيخ عبد العزيز الهد رحمه الله تعالى رمزا من رموز الدعوة في دولة الكويت وبفقده كانت خسارة عظيمة كبيرة ومصابا جلل أن نفقد هذا الرجل الذي له عطاء عظيم وكان ذا همة عالية الشيخ الهد ضرب مثالا يحتذا به بالعطاء والبذل من وقته وعلمه وماله الشيخ عبد العزيز الهد رحمه الله كان كريما رحمه الله تبارك وتعالى ويشهد لذلك القاصي والداني فحيث عنده في استراحته رحمه الله كان يأتي في أيام الأسبوع بأقرباءه والمدرسين ويوم لأهله ويوم لأصحابه ويوم لتلاميذه ويوم لبعض أو خاصة أصحابه فكان في كل يوم يدعوهم على الأشاء ويدعوهم على الغداء ويدعوهم حتى على الإفطار في كل يوم الشيخ عبد العزيز الهد رحمه الله كان يعني يعمل وجبة الإفطار في المدرسة ويدعو المدرسين الذين ليس عليهم الحصة الأولى يدعوهم للإفطار بعد فترة يعني طويلة جدا يعني سنتين ثلاث أربع حتى رفض بعض المدرسين أن يأتي لوليمة الشيخ أو لإفطار الشيخ فسألهم الشيخ لماذا لم تأتوا قال يا شيخ ما يصير يعني كل يوم أنت الذي تأتي بالإفطار وكذا اجعلها متقاسمة بيننا فالشيخ رفض فهم رفضوا ولم يأتوا فالشيخ أعادهم مرة أخرى ويعني صارت فيما بينهم وكذلك يعني الشباب جزاه الله خيرا كان يطعم الشباب كان يدفع الهدايا للشباب كان يعني أبا وحانيا لكل شاب أو كان يعني إذا رأى من الشباب الذين لم يكن عندهم شيء من هذه الأمور التي في حياتهم أو كان قصد فائت أو غير ذلك كان يساهم ويدفع ويتصدق رحمه الله حتى أنه لما مات جاءنا في جمعية حيات التراث الإسلامي رجل فقال الشهر هذا لم تدفع لي شيئا فقلنا أنت اسمك غير مسجل قال كيف غير مسجل وأنا سنتين رئيس الجمعية الشيخ عبد العزيز الهدا كان يدفع للراتب ويقول هذا من حيات التراث وفي الحقيقة أن الشيخ يدفع منه وحتى لا يحرج ذلك الرجل يقول هذا من الجمعية من الجمعية وهذا أمر يعني وجدناه سبحان الله أكثر من عائلة الشيخ كثى لهم وهم لا يعلمون أنه من الشيخ يظنون أنها من جمعية حيات التراث الإسلامي الشيخ رحمه الله كان صاحب علم وصاحب فتوى وبحمد الله تبارك وتعالى يعني جعل أو صنع موقعا في الأنترنت من أوائل من عملوا المواقع هذه فسماها إلاف أو إلافكو هذا الموقع كان فيه يستقبل فيه الأسئلة وكنا في نهاية الجامعة فكان الشيخ رحمه الله يقول أجيب على هذه الأسئلة فكنا نتورع ونخاف فقلنا يا شيخ قال أنا ما أريد منكم أن تفتوا في النوازل أنا أريد منكم أن تعلموا الناس ما تعلمتموا في المساجد وفي الجامعة وفي كلة الشريعة فقبلنا بعد ذلك فكان يرسل إلينا الأسئلة ويتولى هو الأسئلة الكبار أو النوازل أو التي تحتاج إلى فتوى أو إلى شيخ كبير فكان رحمه الله قد يعني أجاب على آلاف الأسئلة من خلال هذا الموقع وكان أكثر الأسئلة يعني يجيب عنها الشيخ عبدالعزيز الهدى رحمه الله بمفرده وبنفسه وبحمد الله تبارك وتعالى يسر الله لي ولإخواني أن نجمع فتوى وجعلنا هناك كتاب له فتوى في الصيام وطبع بحمد الله تبارك وتعالى وكذلك فتوى في الحج وطبع بحمد الله تبارك وتعالى كذلك جمعنا الخطب يعني خطب الجمعة جمعنا له وحقيقة هذا الكتاب أنني رأيت في المنام رؤيا هذه الرؤيا رأيت أن الشيخ جالس في مسجدي على طاولة وحوله الطلاب وأنا منهم والمسجد مليء بالمشايخ وملئ بالطلاب فكل طالب فكل شيخ عنده طلاب وأنا كنت عند الشيخ فالشيخ التفت فقال لي يا فرحان أنا أريد ماء هو قد مسك الكوب وقال أنا أريد ماء والمشايخ كلهم عندهم ماء إلا أنا ما عندي ماء فقلت أبشر يا شيخ ثم استيقظت فسألت فضيلة الشيخ عبد الرحمن السليم رحمة الله عليه عن هذا وسألت فضيلة الشيخ فؤاد سراج الدين أيضا من المعبرين فقالوا هذا الشيخ يطلب منك أن تنشر علمه فقلت ننشر علمه بعون الله تبارك وتعالى فكان الحمد لله هذه الكتب وأيضا سيصدر للشيخ مجموعة الخطب والخطب التي بعون الله تبارك وتعالى تكون نافع بعون الله تبارك وتعالى إن الشيخ الهد كان له دور كبير في إقامة الندوات والدورات العلمية والمحاضرات وكان شيخا ومعلما ومربيا وقد أسس هذا الرجل دعوة للجاليات ونشط في نشر الدعوة بين صفوفهم ثم طور العمل إلى أن أنشأ موقعا على شبكة الانترنت بلغ عدد زواره الملايين وكان يتلقى الأسئلة والاستفتاءات بنفسه ويرد عليها لم يتوانى أو يتقاعس أو يتكاسل عن السير في مجال الدعوة كان الهد ذا بسمة عريضة وصدر واسع وكان ملجأا للكثير من إخوانه عندما تضيق بهم السبل كان خطيبا بارعا يقصده الناس من كل مكان وكان على درجة كبيرة من العلم وموجها مخلصا صادقا كان حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ رحمة الله عليه أيضا كان كاتبا صحفيا أو صحفيا وكان يكتب في جريدة الأنباء وكان له زاوية اسمها الزبدة الحجي فكان رحمة الله عليه يكتب وينصح ويؤلف يعني يعني يعلم الناس ويواكب المجتمع في كل أمر حدث يبين فيه الحكم الشرعي لم يكن الشيخ مترفا في الكتابة بل كان يكتب ما ينفع الناس بعض الناس أو بعض الكتاب قال لا يجد موضوعا يتحدث به فيتكلم عن أي شيء لكن الشيخ كان عنده كانت عنده رسالة وكان عنده هدف رحمه الله فهو رجل على السنة وينتهج نهج السلف الصالح لأنه رحمه الله ما كان يقدم على الكتاب والسنة شيئا لا يقدم عليها أقل ولا جماعة ولا أحزاب ولا غير ذلك وإنما كان على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فكان رحمه الله يرب الناس على ذلك ودلنا على كتب كثيرة تهتم بمثل هذا الأمر فالشيخ رحمه الله كان على الجادة بحمد الله تبارك وتعالى لم يكن من أهل الخروج على الحكام ولا المظاهرات ولا غير ذلك من الأمور التي تورث الفوضى في المجتمع وتخالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يكن أيضا همازا ولا لمازا ولا مغتابا لأحد بل كان رحمه الله يعني يعلمنا الأدب مع الناس وأن نعامل الناس بالأخلاق الحميدة أذكر أني قلت للشيخ يا شيخ فلان فعل كذا وكذا معي فماذا فعل معه؟ قال عامله بأخلاقك لا تعامله بأخلاقه فكانت هذه الكلمة مثل النبراس والنور اللي استضعت به وأطمأنت نفسه وإلا كنت سأرد على ذلك الشخص لكن عملت بالأخلاق فالحمد لله جاءت العاقبة حميدة بحمد الله تبارك وتعالى بفضل الله ثم بفضل تعاليم الشيخ رحمة الله عليه الشيخ رحمه الله لم يجد وقتا للكتابة فكتب قليل من الكتب مثل كتاب الطلاق وحيث الشيخ كان من أوائل من بذل نفسه وهاتفه في نشر العلم فكان الجهاز في أول التسعينات جهاز البيجر هذا هذا الجهاز كان يرن على الدوام وحتى لو كان عنده درس البيجر كان يعني ما يسكت أبدا وثم يتصل عليهم على قدر استطاعته فيفتي لهذا ويجيب هذا ويعلم هذا وينصح هذا ويرشد هذا رحمة الله عليه ما رأيتم في الحقيقة معلما كالشيخ عبدالعزيز وإن كان الحمد لله الأمة لا زالت بخير لكن أنا تأثرت به حيث أني صاحبت الشيخة سبعة عشر عاما سبعة عشر عاما تعلمت منه الكثير وأخذت منه الكثير رحمة الله عليه وكان يعني مثل الأب ربما نستشيره في أدق الأمور حتى في حياتنا في حياتنا الزوجية في حياتنا الاستماعية في حياتنا الاقتصادية في حياتنا السياسية كل شيء نسأل الشيخ نسأل الشيخ في آخر حياته مرة جئته فسألته قال افعل ما يروق لك أو تعتقد أنه الصواب قلت أنا أستشيرك قال انتهت مرحلة استشارة الآن كبرت والآن أنت تستطيع أن تقدم وتفعل يعني أو تقرر ما أنت يعني ستعمله ف قلت للشيخ هذه يعني جديدة قال نعم اخطئ مرة وسوف تنجح مرة أخرى بعون الله تبارك وتعالى وتتعلم من خطأك فالحقيقة كانت هذه الكلمة تغير في حياتي وبدأت أنا أقرر أنا الذي يعني أجتهد أنا الذي يعني أقرر مثلا هذه المسألة نبت فيها أو لا نبت فيها أو غير ذلك حتى كان الشيخ يتابعني من بعيد ويتابع كثير من الشباب بحمد الله تبارك وتعالى الشيخ رحمة الله عليه حتى في المدرسة في آخر حياته فإنه رحمه الله رحمة واسعة كان قد علم المدرسين كيف يعني يعني يجتهدون في يعني التعليم وكيف يجتهدون في حياتهم الدراسية وكان من أوائل من أدخل الحاسوب في المدرسة وصار التراسل بين الأقسام عبر الإيميل وهذه أول مدرسة في الكويت حصرت وحصلوا على جائزة فيها وفضل الله ثم فضل الشيخ لأنه كان مهتما جدا بالحاسوب وبالتقنية الحديثة وكان رحمه الله عنده من الأمور الطيبة في ذلك الشيخ رحمه الله تعالى كان يريد من الناس أن يعني يستقلوا بذواتهم وأفكارهم وشخصياتهم وكان كل حتى أولاده كان كل واحد يعطيه يقول أنت اجتهد أنت قرر فكان يعني من أبنائه ومن بناته من كان يريد أن يسجل في جامعة أو يسجل في شيء فيقول أنظر أنت في عواقب الأمور ثم قرر فكأن الشيخ يريد رحمة الله عليه أن يعتمد الإنسان على نفسه بعد الاستعانة بربه سبحانه وتعالى فكان هذا أسلوبا ناجحا حتى بعد وفاته يعني يجتمع كثير من الناس المدرسون وغيرهم فيقول سبحان الله كأن الشيخ يجهز ويعد لموته فإنه وإن كان مدير مدرسة سلم الأعمال كلها لمساعده وقال أنا الآن أريد أن أرتاح آخر ستة أشهر من حياته فقال أنا أريد أن أرتاح الآن أن تعمل وأنا أراقبك لأنه ربما أتقاعد أو غير ذلك فصار الشيخ رحمة الله عليه يعني معلما له حتى مات فإذا كان هذا النائب قد تعلم العلم كذلك أولاده وكذلك يعني تلاميذه ومحبه الشيخ مدرسة كان مأذونا شرعيا وخطيبا وكاتبا صحفيا وإماما ومدرسا وكل شيء رحمة الله عليه الكلام الحقيقة فيه يطول لكن هذه كما قال الشيخ في زاوية الجريدة زبدة الحتي كان مدرسة في الحقيقة أسأل الله سبحانه أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعوضنا خيرا في هذه الأمة وأن يبارك في تلاميذه إنه ويذاك والقدر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة